مساكم الله بالخير وياكم محمد من قناة محمد هيرقل اليوم رح نتكلم موضوعنا عن أفضل كاميرا تين لصانعي المحتوى على اليوتيوب الكاميرا الأولى هي جوبرو 8 جوبرو 8 آخر إصدار في كاميرات جوبرو الكاميرا الثانية هي كانون جي سفين اكس مارك 2 بها مارك 3 و مارك 2 المارك 2 اللي تعتبر الإصدار الأقدم من مارك 3 رح اليوم نتكلم عن هاي الكاميرتين اللي موجودات عندي هنا أفضل كاميرتين لصانعي المحتوى على اليوتيوب رح نتكلم عن كل وحدة مميزاتها وعيوبها بحلقة مفصلة تابعوني وكذلك نذكر إنه شي ما ننسى إنه هاي الكاميرتين مو مخصصات فقط لليوتيوبر أو صانع المحتوى على اليوتيوب يقدر أي إنسان شخصي إنه يجني هذي الكاميرات إنه مثلا هذي الكاميرا اللي تعتبر غوبرو 8 إنه أي شخص عنده أكشن مغامرات تحت المي أي شي يقدر يستخدم هاي الكاميرا تفيده توثيق رحلاته كذلك الكانون كاميرا شخصية تعتبر بعض الشيء إنه تقدر تاخذ بها الصور توثق رحلاتك يعني مو شرط هذي الكاميرات تكون فقط لصانعية المحتوى على اليوتيوب لكن إنه الأكثرية يستخدموه اليوتيوب من حيث الجودة والمتانة وقبل لا نبلش بهاي الحلقة اللي أطلبها من عدكم إنه تشتركون بالقناة وتنطون لايك لكي يوصلكم كل ما هو جديد ما أنشري وتكونون داعمين إلي حتى استمر مثل هاي الفيديوهات حاليا رح أبلش أشرح عن وحدة وحدة كاميرا شنو مواصفاتها وشنو عيوبها وشنو الأسعار اللي متوفر بالعراق أو خارج العراق وتفصيل خاص لكل كاميرا وحاليا رح نبلش بكاميرات جوبرو 8 الجوبرو 8 هي آخر إصدار لكاميرات جوبرو اللي تعتبر هي من كاميرات الأكشن يعني شنو الأكشن إنه هي وكاميرا تتحمل البرد تتحمل الحار تتحمل المي إنه تدخل تدخل تحت المي عشر أمتار داخل المسبح يعني إذا أنت تريد تصور داخل المسبح جوا لك حق 10 أمتار عند تقدر تصور داخل المسبح أول ميزة لهذه الكاميرات جوبرو الميزة الثانية كاميرات جوبرو هي كاميرات شرعة اصور فور كي إذا تلاحظونها هنا فور كي اثن photographers الميزة الثالثة هي مانع الاهتزاز بها مانع اهتزاز جدا قوي انه تقدر على الدراجة او انت وتركض تقدر تصور بحركة ثابتة جدا اذا تلاحظون بعشان داع حركة ايجي جدا ثابتة هاي الكاميرا هي من الكاميرات اللي كلش قوية بتثبيت الصورة وانت تصور او انت وتمشي او انت وتركب الميزة الرابعة اللي بكاميرا تبرو انه تتقبل الاؤامر الصوتية مثل ما تشوفون هاي الاؤامر الصوتية يعني تقدر تسجل وتتطف في الكاميرا وتشغل وتاخد صورة بالاؤامر الصوتية فقط لكن انه تدعم اللغة العربية فقط اللغة الانجليزية في الاؤامر الصوتية وانما الميزة الخامسة بكاميرا تقوبرو انه تتقبل اللمس التاج في تحكم في الشاشة معلته تقدر شتريت تسوي من خلال التحكم بالشاشة من طريقة اللمس ومن المميزات الموجودة بكاميرا جو برو انه 8 صارت بها انه الاستان منعته بها مثل ما تشوفون كانت قبل السفن انه ما كان منعته بها يحتاج انه غلاف ثاني حتى تقدر تثبت الكاميرا حاليا هسه هذه الكاميرا ايو برو ايت طوروا منعته وخلوا الاستان منعته بها انه تقدر تتحكم او تقدر تغلق بنفس الوقت ومن الميزات الموجودة بكاميرا جو برو ايت انه ضافوا بها خاصية وهي خاصية سلو موشن انه تقدر تصوير بطيء يعني عندك مثلا لقطات تقدر تصوير بطيء فهاي جدا ممتازة بهذا التصوير وايضا من المميزات اللي بيها ماذا تلاحظون هسه انه التصوير بيها انه time-lapse هذا ال time-lapse هم من المميزات اللي بهالتصوير هو التصوير السريع اللي تقدر تضيف بعض المميزات بيه و ايضا من الميزات الحلوة بها انه هي تطبيق خاص في الـ Android او الـ iPhone تقدر تتحكم من خلال التطبيق شكو شي بالكاميرا نستطيع ان نراوكم شون انه تقدر تكنك من خلال الـ Bluetooth والـ WiFi على التطبيق طريقة اللي ربط الكاميرا الـ GoPro 8 بالتطبيق انه اول شي تقدر تروح للمتجر وتنزل التطبيق من خلال انه تكمل وتنزله تفتح التطبيق راح توافق على الشروط مع التطبيق هسا وصلنا لهذه الطريقة ستقل لـ Next هسا راح يطلب من عندك انه تروح تفتح الكاميرا مالتها البلوتوث هسا هنان احنا واي فاي ويرلس ويرلس وكوننكت هنان عدنا اون هسا حاليا نروح للتطبيق نقول ادت كاميرا يقول افتح البلوتوث ندوس ادت كاميرا راح يبحث عدنا دقائق على الكاميرا راح نختار اول شي شنو هاي نوع الكاميرا اللي تكنكها عندك هنا انواع هواية تقدر تختار الكاميرا مالتك احنا نقدر هنا بروت ما نبلك ندوس لماي كاميرا كون نكتب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هسا راح تدوس له هنا كوننكت كوننكت كاميرا راح تنتظر دقائق يطلبوا الاختران ندوس لموافق بالحالة هسا الكاميرا حاليا وافقت على التطبيق وراح يصير عندك هنا تقدر تحفظ الاسم للكاميرا اللي عندك ندوس ساب تنتظر دقائق او ثواني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة راح تنتظر دقائق بالربط هسا حاليا التطبيق كوننك على الكاميرا الخاصة بيه هسا تلاحظون الكاميرا صارت صورة عندي بالكاميرا موجودة هنا بالتطبيق من خلال هذا التطبيق راح اقدر اتحكم بجميع شكو موجود بالكاميرا هسا مثلا نحول هسا حيث يحضر دقائق باكاميرا وماثر تستخدم النار على فيسبوك او انستجرام او جميع التطبيقات وهنا تطبع تتتحكم من جميع شكو شي موجود بالكاميرا تدع تتتحكم به من خلال التطبيق اي اوامر تحتاجها تقدر تغيرها وايضا من خلال التطبيق تقدر تدخل على ملفات الكاميرا مثل الفيديو و اي مقاطع تقدر تدخلوا لهن وتقدر تشوفون وتقدر تحفظ منعتهن هس هاي المقاطع الخاصة بي اللي مصورهم بالكاميرا تقوبرو 8 تقدر اي شي تحفظ من عنده وتاخذ من عنده تنزلة بالتلفونماتك بكل سهولة و بدقائق سريعة وهي نظرة سريعة على مميزات كاميرا تقوبرو 8 واللي موجودة داخل الكارتونة مالتها نقدر نباوع هنا بها جي بي اس بها عشر امتار تحت المي الكفر منعتها يكون بها الوامر الصوتية تكون بها touch بها time labs تقدر تصور بها تقدر تصور بها فيديو live يعني انه على اليوتيوب على اي شي مانعها اتزاز قوية تقدر تصور بها فيديو سريع جدا و 12 ميجا بايت 4K تقدر تصور بها و slow motion بعد ما ذكر بنالكم مميزات كاميرا تقوبرو 8 حاليا راح اذكر العيوب اللي بيها كذلك نفس ما بيها هي مميزات كذلك بها عيوب اول عيب او عيوب بها انه تعتبر من الاشياء اللي بعض الشيء يعني مقلقة انه الكاميرا قوبرو 8 ما بيها مايك يعني من تريد تخلي لها مايك خارجي ما تقدر الا وصلة خاصة وهذه الوصلة الخاصة حاليا سعرها 40 دولار و غير متوفرة بالعراق و اقدر اواريكم مالتها التوصالة التوصالة تصير بهاي شكل مالتها تتخلى من الكاميرا وتخرج مالتها الصوت على المايك هذه القطعة طبعا غير موجودة حاليا في العراق انه اذا تشتراها الكاميرا ما رح تقدر تتوفر عندك القطعة المايك رح تبقى اما تطلبها من الخارج و اما رح تكون غير متوفرة حاليا وايضا من العيوب المتوفرة بالكاميرا goبرو 8 انه العدسة امالتها اذا تشاهروا هاي العدسة امالتها هاي اذا انكسرت او انشخطت ما تقدر تتبدل يعني هاي كليتها من داخل الكفر صعب انه تبدلها مثل كاميرا goبرو و 7 تقدر تفتح هاي و تتبدل حالياً بالأيت ما تقدر تتبدل اذا انكسرت او انشخطت وايضاً من العيوب اللي داخل كاميرا تقوبرو انه من تشتري هاي الكاميرا وهاي الكارتونة مالتها مثل ما تشوفون راح ينطوكيها فقط هاي القطعة فقط في داخل هاي الكاميرا مع الشاحن مالتها اليو اس بي ينطوك هذا الكفر هذا الكفر ما يكفيك يعني اذا انت صور مغامرات او صور تحت الماء او صور اشياء لازم يحتاج انه قطع اضافي الها وهي القطع متوفرة في وحتها يعني تنباع انه وحتها موي داخل الكاميرا وهسرح راويكم القطع اللي ضرورية تشتريها وهي الكاميرا القطع اللي حالياً متوفرة في العراق انه هاي القطع سعرها 30 دولار كاملة تجي في علبة او هاي الجنطة كاملة الكاميرا تقوبرو تقريباً 30 قطعة انه داخل الماء وكل اي شي تقدر تحتازها هاي لازم تشتريها سعرها 30 دولار حالياً ايضاً من عيوب كاميرا تقوبرو 8 انه البطارية مالتها متت معني بزايد بزايد اذا صور بها 40 دقيقة فلازم ضروري جداً ضروري اذا تريد كاميرا تقوبرو 8 لازم تشتري بطاريات بطاريات اضافية البطارية اللي موجودة داخل مالتها الكارتوني هاي البطاريات الاضافيات اللي انا اشتريتهم تكون قطعتين ومن ضمنهم الشاحن هاي سعرها 30 دولار حالياً متوفرات اذن باب الشرجي ضروري جداً تشتريها اذا انت تنت تصور وصور اكثر من الساعة حالياً رح نتحول الى ميزات كاميرا كانون اول ميزة في كاميرا كانون انه الكاميرا تقدر تتحكم في الشاشة الخلفية مالتها مثل ما تشوفون هس اقدر اتحكم باتجاه الشاشة مالتها اقدر اصور من خلال انه مثلا اقدر ارفحها واصور او اقدر هيش اصور يعني الها ميزات حلوة بهاي الكاميرا انه تقدر تتحكم في الشاشة الخلفية مالتها وايضاً من مميزات هاي الكاميرا انه تكون الشاشة مالتها لمس تقدر تتحكم بايشي من خلال اللمس مثل ما تشوفون أي شيء تتحكم بها من خلال اللمس يعني كاميرا شاشة معيتها تكون للمس وأيضا من المميزات هاي الكاميرا أنه تكون بها تطبيق خاص مثل ما تشوفون كاميرا كونكت هاي الأهمات ين حالة حال الكاميرا تقوبرو أنه تقدر تتحكم بالكاميرا وتأخذ الصور اضيفين إلى تلفونك بجدا سهلة من خلال الواي فاي مثل ما تشوفون بها هاي هنا من تدوسها تقدر هنا كذلك أهم تكنيك على الموبايل وتأخذ صورك جدا سريعا أيضا من مميزات كاميرا كانون أنه تحتوي على فلاش داخلي مثل ما تشوفون هذا الفلاش تقدر تتحكم به هذا الفلاش يقدر يوفر لك إضاءة جيدة خلال التصوير الليلي أيضا من مميزات هاي الكاميرا أنه تكون كاميرا جدا خفيفة إذا تلاحظوها كاميرا جدا خفيفة تقدر تحملها بالجيب وأثناء السفر وأثناء أنه تصوير في وقتك سير جدا سهلة وخفيفة حتى تكون متبين داخل الجيب أيضا من مميزات هاي الكاميرا أنه تقدر تتحول الكاميرا إلى سيلفي يعني سمثل ما تشوفون تقدر تتحول الشاشة عليك تقدر تباوع أنه وانت حاليا قاعد تصور من خلال مالتها الشاشة تكون موجهة باتجاه تقدر تشوف انتش قاعد تتسويش قاعد تصور هاي ميزة موجودة في كاميرا وهاي لمحة سريعة على مميزات هاي الكاميرا كانون جي سفين مارك تو هاي اللي مثل ما تشوفون تقدر تشوفوه بالشاشة هاي كلها مميزات الكاميرا واخيرا بعد ما ذكرنا مميزات كاميرا كانون جي سفين اكس مارك تو نذكر عيوب هاي الكاميرا العيوب هي فقط عيبين وجدا بسيطات أنا برأيي أشوف الأمر الأول أنه ما تقدر كذلك تشد لها مايك خارجي اللي هم كذلك وصله حال حال الكاميرا قو برو هاي النقطة الأولى النقطة الثانية العيب الثاني أنه ذات وعون هذا اللاقة الصوت أنه أثناء التصوير الخارجي رح يصير بي صوت يعني صوت الرياح فش رح يصير بي مثل الخنف فلازم أنه تجيب هاي القطعة الثغيرون أما تشتريها وأما سويا بالنسبة لي هي سويتها يعني صنع منزلي وتقدر تلزكها وتخليها هاي شكل يقلل عندك الصوت الرياح الخارجي واثناء التصوير الخارجي رح يقلل عندك صوت فقط هاي العيوب اللي بيها بعد ما ذكرنا جميع التفاصيل الكاميرتين حاليا نذكر هو آخر شي نذكر الأسعار هاي الكاميرات حاليا في سعر اليوم هو العراق 2020 الشهر السابع الكاميرا تقوي برو ايت سعرها حاليا متوفر بالسوق 320 دولار 320 دولار في العراق داخل العراق وتقريبا باب الشرجي أو الصناع على نفس السعر وأما كاميرا تقوي برو ايت سعرها حاليا مارك تو لأنه يوجد مارك ثري ذيش السعر معتها يختلف مارك تو هاي الكاميرا سعرها حاليا بالأسواق العراقية باب الشرجي كذلك أو الصناعة سعرها 470 دولار 470 دولار داخل العراق خارج العراق ما عرف اسعار هاي احتمال يختلفن ويحتمال نفس السعر هاي كل اليوم حلقتي في تصوير عن الكاميرتين افضل كاميرتين لصانعي المحتوى على اليوتيوب حاليا وصلنا الى نهاية هاي الحلقة مالتنا الشرح اللي اطلبها منعدكم انه تشتركوا بالقناة اذا كنتم مشتركين فانطونا لايك ونشروا هذا المقطع ليوصل كل ما جديد واشتجعوني كذلك في نشر مثل هاي المقاطع اللي تحبوني ايشي اشرح عني ايشي تكتبوو ليه بالتعليقات وان شاء الله حيجاوبه واذا اقدر اسوي عليه مقطع تدللون شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا